السلام عليكم اتمنى من الله ان يكون كل شيء جيد البط هو من الطيور التي تتميز بنمو سرع وتصل الى وزن مناسب في وقت وجيز تقافة استهلاك بيده ولحمه تختلف من دولة الى اخرى فهناك بعض الدول التي يستحبون استهلاك البط وفي بعض الدول بدأت انتشار توسع تقافة استهلاك طائر البط هو لحمه لديد ويزن اكثر من الدجاج ويمكن العمل به كانتاج واستهلاك ايضا في الاسواق الاسبوعية بدأ الاقبال عليه بشكل منحوض وهناك بعض المزارع التي تنتجه وتعتمد عليه كمدخول اساسي هناك انواع كثيرة من البط ويختلف حجمها وشكلها وانتاجها للبيض وجمالة الشكل ايضا لكنها تتميز بالنمو ومناعة قوية البط نادرا ما نستعمل له الادوية عند مرضه فهو يحتاج الى نظام غداء متنوع ومكان مناسب وباستطاعته مقاومة الامراض وتجاوز الامراض التي تصيبه بدون استعمال الادوية لكن اذا لم توفر له وتقدم له الحبوب مثل الشاعر والقمح والدرع او الاعلاف المركبة فمن الصعب ان يعطيك انتاج للبيض كما تتمناه سوف ينتج ويتوقف باستمرار وسوف يكون وزنه دائما خفيف فاذا اعتمدت على توفير له الماء فقط وظننت انه سوف يتغدى على الماء وخشائش الارض فلن تكون النتائج نتيجة جيدة ستظل تنتظير تحسن الوضع حتى تمل وتبيعه او تتخلى عنه لكن اذا استعملت نظام مميز من تنوع الغداء ستكون النتيجة دائما مقبولة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة